شركة مارفيلة هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن نكمل مع أفضل الإضافات التي أقوم باستخدامها مع الفيجوال ستوديو كود لدينا أول إضافة وهي CSS Peak إذن نقوم بتثبيت هذه الإضافة هذه الإضافة سوف تسمح لي بأنني أستعرض محتوى الكلاسات التي سيتم تنفيذها على إليمنت معين إذن على سبيل مثال هنا لدينا Test.إجتعمال لدي هذا الكلاس وأيضا لدي هذا الكلاس أريد أن نقوم بعرض مثلا محتوياتهم فقط نضغط على Control إذن كما نلاحظ أنه سيتم عرض لهذا الكلاس والتنسيقات التي سيقوم بتطبيقها على هذا الإليمنت هنا أيضا نفس الشيء بالنسبة لهذا الStyle إذن كما نلاحظ إذن نلاحظ هنا Background Margin Padding Color وأيضا نقوم بالضغط عليهم سيتم أخذنا إلى الملف الذي يحتوي على هذا الكلاس إذن هذه إضافة مفيدة جدا لدينا الثاني إضافة وهي Editor Config هذه الإضافة مفيدة إذا كنا نعمل مع فريق حتى نكتب بنفس الكود على سبيل المثال هنا أنا في الاجتماعي هنا أنا أترك أربعة مسافات أيضا لكي نستطيع أن نعرف كم عدد المسافات التي نتركها نلاحظ هنا لدينا كلمة Spaces وهنا For إذن أنا أترك أربعة مسافات يمكن لشخص آخر أنه فقط يترك مسافتان إذن هنا الكود الخاص به والخاص به لن يكون بنفس الشكل إذن لكي نوحد كود واحد فقط أو Style واحد فقط إذن نقوم باستخدام هذه الإضافة نقوم بتصطيبها أنا نأتي هنا على المشروع ونضغط على Generate Editor Config إذن نراحظ هنا تم إن شاء لنا هذا الملف Editor Config الآن عندما أقوم بإعطاء هذا المجلد للزميل الذي يعمل معي أو للفريق سمحرر الأكواد الخاص بهم سيقوم بالقراءة من هذا الملف واعتماد هذه الإعدادات ومنه سوف نكتب بنفس الStyle تمام ودينا الإضافة الثالثة وهي File Icons إذن هذه تقوم هنا بإضافة لنا Icons بجانب اسم الملفات هنا حتى يكون دينا شكل مريح للعين وأيضاً لسهولة البحث يعني مثلاً أنا أبحث عن ملف لنقل Python إذن مباشرةً أنظر إلى العيقونات بدون أنني أقرأ هنا الأكستنشن التي ينتهي بهذا الملف مباشرةً أنظر إلى العيقونات وأعرف نوع هذا الملف لدينا أيضاً الPath إذن هذه تقوم بعمل Autocomplete لمسارات الملفات والمجلدات على سبيل المثال هنا لدينا مجلد السي أساس ولدينا بداخله على testone.css أريد أن نقوم بتضمينه هنا في ملف test.html إذن هنا بمجرد أن نبدأ في الكتابة هنا سيتم معرض لمحتويات هذا المجلد نلاحظ جميع هذه الملفات وإذن هنا لدينا هذا المجلد نقوم بالدخول عليه ثم هنا لدينا testone.css إذن نلاحظ هنا سهولة في إضافة هذه الملفات هنا يعني هناك بعض أشخاص غير جيدين بالمسارات ويواجه هنا مشاكل إذن هذه الإضافة مفيدة لهم وستحل لهم مشاكل التعامل مع المسارات ولدينا الإضافة الموالية وهي أيضا intelligence for css class names in html إذن هذه مثلا إذا كنا نستخدم البوتستراب على سبيل المثال إذن هنا قمت بإضافته وأريد أن نقوم باستخدام classD نقوم هنا class نريد أن نضيف مثلا button إذن نلاحظ هنا بمجرد أننا نبدأ في الكتابة سيتم هنا عرض لجميع classات البوتستراب ويمكن أن نقوم باستخدامها إذن مثلا هنا button clock block عفوا هنا مثلا button أريد البرايميري إذن كما نلاحظ هنا يتم عملنا اختراحات لأكراسات التي يمكن أن نقوم بإضافتها مثلا أيضا button group مثلا large بهذا الشكل إذن هذه فائدة الإضافة أنها تقوم بمساعدتنا في أنها تكمل لنا وتعمل لنا اختراحات لأسماء أي classات التي يمكن أن نقوم باستخدامها والموجودة في الإطار العمل الذي نعمل عليه ننتقل إلى الإضافة الموالية وهي javascript es6 code snippet إذن هذه تعطينا بعض الاختصارات يعني عوض عن أنني مثلا أكتب import ثم مثلا fs from هذا الموديول fs نكتب فقط بهذا الشكل هذا الاختصار emp اختصارا لimport وسيتم عملنا generate لهذا السطر ونحن فقط نقوم بالتعديل على اسم الملف أو اسم الموديول بما يناسبنا نحن على سبيل مثالنا لو ذهبنا إلى test.js هنا نكتب emp إذن emp ونضغط هنا نلاحظ أن تم عملنا generate لهذا الكود الآن مثلا أنا أريد أن أقوم مثلا بعمل import للرياكت من موديول الرياكت على سبيل المثال أقوم بالتعديل مباشرة بهذا الشكل لدينا مثلا هذا الاختصار هنا for in loop إذن هنا سيتم إنشاء لنا كود الفور in loop طبعا ونحن هنا فقط نقوم بتعديل التعديل الأسماء بما يناسبنا أيضا مثلا for of loop إذن كما نلاحظ بهذا الشكل لدينا الإضافة الموالية وهي live server إذن نقوم إذن نقوم بتثبيتها هذه تسمح لنا مباشرة بأننا نستخدم server موجود هنا في ال visual studio code مباشرة بدون الحاجة مننا أننا نقوم بعمل أي إعدادات لإنشاء server أو live server لدينا مثلا هذا هنا test.html أريد أن نقوم بتشغيله على server محلي localhost طبعا إذن نضغط هنا right click ونعمل هنا open with live server سنلاحظ هنا server يستغل على الport خمسة آلاف وخمسمائة وهنا يتم عرض لنا هذا الملف في السيرفر على شكل server لو نأتي هنا مثلا ونعدل أيضا على أي كود هنا سنلاحظ أوتوماتيكيا سيتم عمل reload للتنسيقات لماذا لأننا نقوم بتشغيل هذا الملف على server ولكي نقوم بإيقاف هذا السيرفر نضغط هنا فقط إذن بهذا الشكل تم إيقاف السيرفر الآن هنا لو نعمل refresh نلاحظ لا يوجد لدينا أي server إلى هنا نكون قد بصلنا للنهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة